المغرب يواصل توطيد روابته بالدول الافريقية وزير الخارجية ناصر بوريطا يشرف على توقيع ثلاث اتفاقيات مع جمهورية لبيريا تهم مجالات التعليم والفلاحة والصحة الولاية المتحدة الامريكية في يومها التاريخي الامريكيون يدلون بأصواتهم لاختيار الرئيس السادس والاربعين من يسير نحو البيت الابيض؟ الجمهوري دونالد ترامب ام الديمقراطي جو بايدن وفي الرياضة طبيب لاعب كرة القدم الارجنتيني مارادونا يوضح حقيقة اصابته بفيروس كورونا بعد نقله الى المستشفى نشرة الاخبار نقدمها منك فانكا تيفي بطنجة اهلا بكم وقع المغرب وجمهورية لبيريا امسي بالرباط على ثلاث اتفاقيات تعاون تهم مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والفلاحة والصحة ووقع هذه الاتفاقيات وزير الشؤون الخارجية وتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطا ونظيره الليبيري ديمكسويل ساكيماي الذي يقوم حاليا بزيارة عمل للمملكة وتهدف الاتفاقية الاولى الى تعزيز وتكثيف علاقات التعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي من خلال تعزيز المؤهلات العلمية والتكنولوجية للطرفين وتوسيع العلاقات بين الاوساط العلمية والتقنية وتهدف الاتفاقية الثانية وهي عبارة عن مذكرة تفاهم في المجال الفلاحي الى تحديد الاطار العام للتعاون في المجال الفلاحي يقوم على تبادل التجارب والمساعدة التقنية وتعزيز القدرات اما الاتفاقية الثالثة فجأت على شكل مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الصحة لسيما في المجالات ذات الاولوية من قبيل صحة الام والاطفال والمواليد واليقظة الوبائية في خبر اخر افادت الوكالة الوطنية للتأمن الصحي اليوم بانها نشرت البروتوكول العلاجية لتكفل بمرض كوفيد 19 الذي يحدد جميع الحالات السريرية والفحوصات الضرورية للتشخيص والمتابعة وكذا العلاجات المرتبطة بها وحسب بلغ للوكالة فان هذا البروتوكول الذي يندرج في اطار الاجراءات المستعجلة المتخذة لمواجهة الظرفية الصحية الاستثنائية التي تعرفها المملكة جراء انتشار الجائحة وبناء على المهام المنوطة بها صدق عليه وزير الصحة لدى هيئة تدبير التأمن الاجباري الاساسي عن المرض والهيئة الوطنية للطبيبات والاطباء وكافة الفاعلين في نظام التغطية الصحية الاساسية بالمغرب وقد ارفق البروتوكول بجدول للتعريفات المرجعية المتعلقة بالخدمات الطبية الخاصة بكوفيد 19 الذي يحدد تعريفة كل خدمة طبية وكل فئة من الحالات السريرية حسب القطاع الذي تنتمي اليه المؤسسات العلاجية وفي ذات السياق اعلنت وزارة الصحة على تسجيل 2526 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و2788 حالة شفاء واربع وستين حالة وفاة خلال الاربع والعشرين ساعتنا الماضية واضحت وزارة الصحة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي ان الحصيلة الجديدة رفعت العدد الاجمالي لحالات الاصابة المؤكدة بالمملكة الى مائتين وخمسة وعشرين الفا وسبعين حالة ومجموعة حالة الشفاء التام الى مائة وسبعة وثمانين الف ومئة وحالة واحدة فيما ارتفع عدد الوفيات الى ثلاثة الاف وثمانمائة وست وعشرين حالة مغاربيا فاز المصوتون بنعم في الاختفتاء على التعديل الدستوري الذي اقترحته السلطة في الجزائر لكن الاقتراع تبيز بنسبة مقاطعة قياسية وتاريخية وصوت ست وستون فاصل ثمانية بالمئة ممن ادلوا باصواتهم بنعم في الاستفتاء حول تعديل الدستوري الجزائري كما اعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في مؤتمر سحفي حي خلاله شفافية الاقتراع وبلغت نسبة المشاركة النهائية ثلاثة وعشرين فاصل سبعة في المئة وهي النسبة الادنى في التاريخ خلال اقتراع المهم خصوصا ان غالبية مكاتب التصويت ظلت مغلقة في المدن الكبيرة لمنطقة القبائل المعروفة بعزوفها الانتخابي وصوت فقط خمس الناخبين المسجلين لصالح التعديل الدستوري في داخل البلاد ان في الخارج فلم تتعدى نسبة 4.9% دوليا توجه الناخبون الامريكيون صباح اليوم الى مراكز الاقتراع للادلاء باصواتهم من اجل اختيار الرئيس السادس والاربعين للولايات المتحدة الامريكية بين الجمهوري دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن وحسب توقعات الخبراء واستطلاعات الرئيسة تصوت المدن الكبيرة في بنسلفانيا بكثافة لبايدن فيما سيصوت الغرب الرفي ومناطق الوسط المحافظة لترامب اما الضواحي ومناطق شمال الشرق فستكون حاسمة كما ستحسم الولايات المتأرجحة هوية الرئيس الذي سيسكن البيت الابيض التفاصيل في تقرير لفاطمة ابو تغراسة انه يوم الحسم الاخير في سباق طويل مرير نحو البيت الابيض انتخابات ذات طابع استثنائي تجرى اليوم في ظروف استثنائية هكذا تبدو المعركة الانتخابية بين المرشحين الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطي جو بايدن الناخبون الامريكيون بدأوا صباح اليوم الادلاء بأصواتهم بعدما اختتمت ترامب وبايدن مساء امسي حملتهم الانتخابيتين بدعوة المواطنين للمشاركة بكثافة في الانتخابات الانتخابات الرئاسية التي يتوقع ان تشهد نسبة اقبال قياسية مراكز الاقتراع فتحت ابوابها في وقت مبكر امام الملايين من الامريكيين عند الساعة الحادية عشر صباحا بتوقيت جرينيتش فتحت المراكز في ولايات مثل نورث كارولينا واهايو وويست فرجينيا ثم تلتها ولايات اخرى في وسط وغرب البلاد الامريكيون سيقررون ايضا اليوم اي الحزبين السياسيين الرئيسيين سيسيطر على الكونغرس خلال العامين المقبلين في ذل ضغط الديمقراطيين لاستعادة الاغلبية في مجلس الشيوخ وتوقعات بان يحتفظوا بسيطرتهم على مجلس النواب من جهة اخرى تشير استطلاعات الرأي الاخيرة الصادرة عن وكالة رويترز ومؤسسة ابسوس الى تقدم المرشح الديمقراطي بايدن بنسبة خمسين في المئة مقابل ستة واربعين في المئة لصالح الجمهوري ترامب ارقام تعطي لمحة عن المشهد ومؤشرات الفوز فهل سيتكرر سيناريو ستة عشر والفين خلافا للاستطلاعات ويفوز ترامب ام سيستعيد الديمقراطيون البيت الابيض نختم بالرياضة اذا حيث تم مساء امس نقل اسطورة كرة القدم الارجنتينية ديغو مارادونا الى المستشفى لاجراء فحوص طبية بحسب ما افد به طبيبه الخاص الذي اكد ان حالته ليست خطيرة وقال الطبيب للصحفيين جنوب العاصمة بونيس ارس ان الوضع الصحي لديغو ليس خطيرا ولم يأتي الى المستشفى بسبب حالة طارئة وسيخضع لعب الارجنتين السابق لسلسلة من الفحوص الطبية كما استبعد طبيبه وجود اي علاقة بين الوضع الصحي الحالي لمارادونا وفايروس كورونا المستجد الذي يشتاح الارجنتين مشاهدين بهذا نكون قد وصلنا الى ختم هذه النشرة للمزيد من الاخبار زوروا موقعنا الالكتروني كفانكات بون تيفي شكرا لكم على حسن المتابعة اشتركوا في القناة